فضيلة الشيخ هذا السائل يسأل عن الصيام الجماعي هل له أصل في الشريعة الإسلامية لا ليس له أصل في الشريعة الإسلامية هذا مبتدع كل يصوم لنفسه ولا يرتبط بالآخرين نعم إذا صادف أنهم اجتمعوا في مكان وهم صيام واردوا أن يفطروا فلا مانع أن يفطروا جميعا من غير ربط موعد يعتقدون أنه أفضل إنما هذا إذا جاء صدفة لاجتماع صدفة أو دعاهم ليفطروا معه لا بس بذلك أما أن يتخذ هذا عبادة فلا أصل له نعم طيب